عن انتهاك الحق الإنساني والعدالة والقوانين وكان دولة الرئيس تحدث في مستهل الجلسة فقال إن الزلزال الأمني غير المسبوك بمنطق الحروب الذي تعرض له لبنان هذا الأسبوع وأوقع آلاف الضحايا بين شهيد وجريح هو عمل جرمي موشين ومدان وأشبه بإبادة ومجزرة فظيعة وهذه القضية نرفعها إلى المجتمع الدولي والضمير الإنساني بمثابة مضبطة اتهام بالعدو الإسرائيلي طالبين اتخاذ موقف واضح من هذه المجازر الفظيعة لقد طلبنا عقد اجتماع طارق لمجلس الأمن الدولي اليوم حتى يكون بمسؤوليته تجاه لبنان وهو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بمواثيكها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان خاصة وأن كل الاتصالات التي وردتني بالأمس من كبار المسؤولين الدوليين أكدت أن العدو الإسرائيلي تخطى الخطوط الحمر أضاف إن لبنان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة إذا ما حصل وقد طلبت من معالي وزير الخارجية أن يبادر في كل الاجتماعات التي سيعقدها في الأمم المتحدة إلى البحث في طلب لبنان أن يصار إلى سن قوانين دولية لتحييد الوسائل التكنولوجية المدنية عن الأهداف العسكرية والحربية لأن ما حصل في لبنان هذا الأسبوع من عدوان موصوف هو إبادة جماعية تستهدف الشعب اللبناني بأسره وقال دولته على الصعيد الدولي أيضاً كنت طلبت من معالي وزير الخارجية أن يلقي كلمة لبنان في مجلس الأمن الدولي وأيضاً في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ولكن في ضو الأحداث الأخيرة والاتصالات الأخيرة تم التمنى علي أن أكون شخصياً في نيويورك ومن هذا المنطلق اتخذت قراري اليوم بالتوجه إلى نيويورك كما اتصلت بمعالي الوزير بوحبيب وطلبت منه أن يبقى يمثل لبنان ويلقي كلمة لبنان ولكن هناك اتصالات ولقاءات جانبية سأشارك فيها لكي نؤكد أن المجال لا يزال متاحاً للحل الدبلوماسي الذي نأمل أن يعطي النتيجة المطلوبة من أجل استقرار طويل المدى على جبهة الجنوب وقال دولته إن الوحدة الوطنية الجامعة التي تجلت في هذه الفاجعة التي حلت بنا والتضامن المشهود بين مختلف المكونات اللبنانية يجب أن يكون حافزاً للمضي نحو تفاهم أوسع يفضي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتحسين الجبهة الداخلية في مواجهة العدو المتمادي الذي يشنه العدو الإسرائيلي على المدى ولا بد من الإشارة بالعمل الممتاز ترجمة نانسي قنقر